تم بمملكة البحرين اليوم افتتاح برنامج تدريبي لمعلمي اللغة الفرنسية من سبع دول بتنظيم من مركز الاستشارات والاتصال لتدريس اللغة الفرنسية في العالم بالتعاون مع سفارة الجمهورية الفرنسية لدى المملكة ووزارة التربية والتعليم واكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم لدى رعايته حفل الافتتاح ان مملكة البحرين تتيح منذ سنوات دراسة اللغة الفرنسية لطلبتها في المدارس الحكومية الاعدادية والثنوية فضلا عن اهتمامها بتدريس هذه اللغة على صعيد التعليم العالي ايمانا من قيادة المملكة ومسؤوليها بقطاع التعليم بان اكساب طلبتنا لغات عالمية جديدة الى جانب لغتهم الام يفتح لهم افاقا ارحب من المعرفة ومزيدا من فرص الالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي واضاف الوزير ان اهتمام البحرين بتدريس هذه اللغة العالمية في مدارسها وجامعاتها بعد ان نجحت في تدريس اللغة الانجليزية في المدارس الحكومية بدءا من المستوى الاول الابتدائي ينسجم مع اهتمامها الكبير بتعزيز انفتاح مواطنيها فكريا وثقافيا مشيرا الى الخطوة المتقدمة التي خطتها الوزارة في هذا الاتجاه والمتمثلة في تجشين مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الانسان والذي حظي مؤخرا باشادة واسعة من الخبراء التربويين بمنظمة اليونسكو في الواقع ان وزارة التربية والتعليم مهتمة كل الاهتمام بتطوير مخرجاتها التعليمية باتخاذ العديد من الخطوات ومن ذلك اولا الاهتمام باللغة العربية وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين وقانون التعليم وكذلك ايضا اتحت لقات اخرى لابناءنا الطلبة اليوم يوجد في مدارس وزارة التربية والتعليم اللغة الانجلينزية من الصف الاول الابتدائي وبالنسبة للغة الفرنسية تم التوسع في تدريسها ووصل الامر الان اضافة للمرحلة الثانوية الى المرحلة الاعدادية ونعمل على التوسع في ذلك ان شاء الله مستقبلا وفق مكانيات المتاحة للوزارة على هذا الصعيد اضافة الى ان الوزارة تقوم بتدريس ثمان لقات تتيح تدريسها لمن يرقب من الطلبة وايضا من المقيمين والمواطنين في مملكة البحرين في الفترة المسائية كل ذلك يأتي من انطلاق واضح ومهم للوزارة وهو تعزيز التواصل وتحت افاق المعرفة امام الجميع اكثر من اربعين معلما للغة الفرنسية بدول الخليج العربي يشاركون في هذا البرنامج التدريبي الاقليمي برعاية من وزارة التربية والتعليم والسفارة ونحن نقدر اهتمام مملكة البحرين بادراج اللغة الفرنسية في برنامجها لتدريس اللغات واعطائها اهمية خاصة منذ عام 2009 ولا شك ان هذا الانفتاح على اللغات الحية من شأنه ان يقدم قيمة مضافة سواء على صعيد المعرفة او على صعيد سوق العمل ان تدريب اللغة الفرنسية في البحرين ليس امرا جديدا فمنذ سنوات عديدة تشهد مدارس البحرين تعليم هذه اللغة ولها تواجد واسع في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي بما يوفر للطلبات بعد تخرجهم فرصا اكبر في سوق العمل وتأتي هذه الورشة تأكيدا للتعاون التعليمي والثقافي الوثيق بين البحرين وفرنسا